شروط التقديم للكويتيين بوظيفة إمام الحصول على مؤهل جامعي شرعي فما فوق مؤهل جامعي شرعي فما فوق فنحن نتكلم عن التخرج من كلية الشريعة وهذا يمكن يقلل من القاب بين سوق العمل احتياج سوق العمل والتخرج فيقول الحصول على مؤهل جامعي شرعي فما فوق البند الثاني يقول الحاصل على شهادة جامعية غير شرعية يشترط حفظ خمستعش جزء من القرآن الكريم الكويتيين فقط اختزلت كلية الشريعة بحفظ خمستعش جزء من القرآن فهل هذه الكلية اللي دراستها أربع سنوات ومتطلباتها بعدد معين من الوحدات والتزام وامتحانات واختبارات وغيرها انت اختزلتها أن تعالي بشهادة جامعية وحفظ خمستعش جزء فمعنات الكلية بهالحالة لوظيفة الإمام إمام المسجد انت تحتاج خمستعش جزء وشهادة جامعية ما تحتاج كلية شريعة لديك تحتاج Church اشتركوا في القناة